كلنا نحب الكيكة الباردة ونقدمها بكثير في فصل الصيف اليوم رايحة قدم وصفتان لكيكة الباردة بطريقة مختلفة كل واحدة عن ثانية تابعينا الاخر سيديو كيكة الاولى نخلط لتر حليب مع ستة ملاعق نشا سمنضيس بيضتان نحرك الحليب مع البيض ونزوب النشا الان يزوب نسط الخليط لان احيان سيكتر ما تزوب بعدنا نشط على النار ونحرك ونضيس السكر حوالي كوب نحرك الى حد ما تصبح كريمة سميكة نرفعه من على النار نضيس الزبدة وفانيليا ونغطيه لكريمة بنيلون نخلي الكريمة ثلاجة نضوب السنك بيكة جيلة بنكها الفارولة فيما ادافئة نضوبه ونخليم على الجنب نتخفق كوبان كريمة بمضرب بعدنا نضيف عليها الكريمة اللي عمقله هنا من قبل ونخلطه مع بعض ونضرب بالمضرب بالكهربائي الكريمة نضربه مقله حد ما تصبح الكريمة نعمه نبلل البسكويت بسرعه على خفيف بحليد نرتب قطع البسكويت سيل آلب ونكرره للعملية نعمل الطبقة الأولى من البسكويت وطبقة الثانية من الكريمة نكرر للعملية طبقة بسكويت وبعدنا كريمة وفيه الأخير طبقة الجيري نتركه في الثلاجة على قل من أربعة إلى خمسة ساعات بالهناء والشفاء أما بالنسبة إلى الطريقة الثانية في الطريقة الثانية ونخلط كوب ونصف ماء مع النشا نسكيه كراز نحطم على الغاز ونضيف عليه مية جرام سكر نخلط أربعمية جرام من كريمة خفاء ونخفق معه ميتان جرام زبادي وميتان جرام جبنة كريمية بيضاء نضربه مع بعض حتى ما تصبح الكريمة نعمة نضرب بالمضرب بالكهربائي ناخذ الآلب وندهن كل قطعة وقفل بشوكولاتة ونرتب للوافل بعدنا الكريمة ونكرر للعملية الوافل بشوكولاتة وبعدنا الكريمة وعلى روش من فوق نحط صوص للكراز نكرر للعملية الوافل بشوكولاتة وبعدنا الكريمة وعلى الوش من فوق نحط صوص الكراز السرق بين الطريقة الأولى والتانية الطريقة الأولى الصادية أكثر لأن البسكويت عادي أرخص من الوافل وكمان الكريمة بنشاء على عكس الثانية لأنها تعتمد على الجبنة والزبادي مع الملاحظة كريمة الخفق فيه أسنين وكذلك عنده صلفاكها فيه الثانية أصدر من الجيلي لأنه الصح وعلى العموم الممكن تعمل مزيج بين أسنين وفي النهاية اتمن أن أكون قدمت سيدة لكم لا تنسي دعموا أناتي بالاشتراك ولي ولمشاركة انتظروا مني فيديو وشكرا ترجمة نانسي قنقر